السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم حبيبي عاملين ايه وحشتوني وحشتوني كتير 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 ادي كده انا جاي النهاردة عشان اكمل معاكم الفيديوهات بتاعتي والفصحة بتاعتي ولازم افسحكم معايا وانا النهاردة فين يا بنت يا نور لبست عبيتي كده وقالت ايه ان روح نتعشى وايه اصور لكم المينو بتاع العشاء ويا رب يكون المينو يعجبكم وفيديوهات يكون عند حسن ظنكم وكون ضيفة خفيفة عليكم ونسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام حبيبي يا رسول الله ونخش على الفيديو بتاعنا طبعا اول ما دخلت المطعم كده فلاقيت الايه الاجانب ايه الدي جي واغاني وحاجة جميلة يعني طبعا انا روحت في الاول عشان اصور لكم قبل الزحمة طبعا اول حاجة ايه ابتديت بالجاتوهات هي اول حاجة قبلتني كل دي الحلوات الشرقية في الاول بزبوسة وكنافة وعزيزية ودي مانجة وكونفة بالمانجة ودي كنافة ودي جاتوهات طبعا الالوان جزابة وكل دي ترطاية كبيرة ما شاء الله وكلها الوان جميلة طبعا بتكذب الاطفال بصوا كلها دي ترطات ما شاء الله بصراحة حاجات حلوة كتير وحاجات شكلها جميل واكتر حاجة عندهم يا جماعة الاكل بصراحة انا رحت كرة كتير قبل كده بس فندق هواي بصراحة ماقول لكمش الاكل عنده مالوش حدود يعني ودي الترطاية دي لازم تتعمل كل يوم وتكتب عليها اسم الفندق ودي ترطاية تانية كبيرة اهيت دي كلها جاتوهات طبعا الفيديو ده تلاتين دقيقة وانا منزلها لغاية سبعتاشر دقيقة لان المينيو كبير وكتير يا رب يكون ايه صوت الدي جي ما يكونش يوصل لكم وانا بسجل لكم عشان برضو ايه بيحنا بالليل والصوت بيحدف على هنا انا مش عارفة الصوت وصل لكم ولا لأ كده ايه احنا وصلنا لغاية فين دي معجنات دي معجنات طبعا معمولة شكلها جميلة يا عطشة شكل البزا بس هي معجنات حاجة جميلة جدا يعني دي صلة خضرة طبعا انا روحت كان البوفيت فتح كنت عايزة اسجل مع الشفات بس البوفيت فتح يا رب كده اكون راح ابدر في اي يوم اه اسجل لكم مع الشفات طبعا دي كلها انواع سلطة اللي هتقابلنا دي كلها انواع سلطة يقولي في القبيات ده زبادي بالبرطقان ما فيش اي توابل فيها ولا في ملح ولا اي حاجة زبادي بالبرطقان نوع من انواع السلطة وطبعا بدنجان وفلفل وآ كرمب طبعا في حاجات كتير في السلطات وخيار بالزبادي. سلطات كتير طبعا ما تحتروا تاكلوا ايه وتسيبوا ايه? بصراحة يعني. هدي انواع السلطة. هيت. السلطة كتير جدا طبعا اه السلطات غربية وشرقية ومخللات. حاجات كتير جدا طبعا. ده بيعمل اه الله ما صلى على النبي. البزا. البزا بتطلع من الفرن سخنة تكوني واقفة مستنية تاخديها سخنة على طول. اهي بصوا طلع اهي من الفرن. وبيحط لك الكمية اللي انت عايزها. ما بيقول لكيش لا ولا اه اللي انت عايزها تاخدية. ده حواوشي طبعا. والاكل اللي هو على الغدا مش بتلاقيه على العشا. لا ده حاجة وهدا حاجة. نجي حواوشي برضو تغضيها سخنة ملهلبة نار. ايه الجاي ورا على فكرة اوه تروحوا هنا ولا هنا. ده نوع حواوشي تاني برضو. ده نوع حواوشي تاني برضو بيعملوا. ده مش فكرة ايه بقى? ده نوع حواوشي تالت برضو بيعملوا. اهي حتى دي الخلطة بتاحت الحواوشي اللي هو بيعملها. بس انا مش عارفة بقى ايه هي. ودي شاورمة ورقة هيت بتتعمل. دي فراغ بتشوي. فراغ بتشوي عشان تكليها سخنة. ده ايه? ده محشي. ده مش عارفة ايه بصراحة بس انا هجيب لكم الاسم الحاجة اللي انا مش عارفها. في حاجات مكتوبة بالانجليش. معلش انا علامي عربي. مش بعرف اقرأ انجليش. ببصوروكم اسم ايه? الحاجة اللي انا مش عارفها. بحجيب لكم اسم الصورة وانتم مع نفسيكم بقى تقرب راحتكم. دي صصات وزيوت طبعا ايه? لو حتى عايز يزوت ع السلطات او حاجة. زيت زيتون وزيوت وصصات حاجات تانية. دي الاطباق اهي حجمين. نديفة زي الفل زي ما انتم شايفين. وعدد كتير. ده برضو ايه? اهي الاكلة برضو. كل اكلة تحتها الاسم التاحة. فيه شاورمة والشفاة محترمين بصراحة وانا بصور عماني يعملولي لايك. لا الناس محترمة والخدمة عالية بصراحة واي حد يفكر يروح هناك هيرتاح جدا. يعني انا راح ارتاح. مش راح اطعب نفسي. دي شرب دي شربة الطماطم انا في الاخر اتعشيت شرب الطماطم يا جماعة والسلطة. ودي شربة خضار. شربة خضار. وهتبقى بتاعت الشرب جانبيها اهي اتغضي الطبق وتعب اللي انتش عايزاه. وطبعا انا بروح لغاية الاخر كده بلاقيهم لسه بيرقصوا الناس قاعدة بتتعشى وهم بيرقصوا ما شاء الله عليهم. دول تبع الفندق على فكرة مش اه مش ناس معزومة. بس الناس بعد ما تتعشى هتقوم ترقص دلوقتي برضو اللي هم ضيوف الفندق. ودي المعالي حطناها في مكان لوحدها برضو. خلي بالكم احنا لسه داخلينا عالتقيل. قوعوا تروحوا هنا ولا هنا. انا كل اللي صورنا ده خفيف. استانوا بقى داخلينا عالتقيل. بصوا العربية اللي جاية ديت. دي عربية فكهة. طبعا فيها كل الفكهة اللي انت بتتمنيها. وفيها فروض صلاة. اهيت. اهيت. وطبعا هي متغطية كده. اتالي تحت الغطى دوت ده على فكرة في تين شوكي. تين شوكي لسه طبعا ايه? هيشلو دلوقتي بس كان عليه زحمة موت. بعد ما خلص التصوير واعدت فارحوا ايه? عروه وبقايدوا الناس. فكان زحمة بصراحة. اكان لسه حتى المغرب بصوا. كنا لسه في الاول. قلت روح اصور لكم. ده طبعا ما شاء الله دي كرومي اللي فوق دي كرومي اللي تحت بط. اهوت. بط. كان الصبح اه في الغدا كان فيه دي كرومي وفيه خروف ما كانش فيه بط. وده خروف بصوا بس هم ايه شوين واحد وبيقطعوا منه وده سايبينه ايه? عشان لو عزو يعني ما كفاش الناس. وده بط طبعا وانواع كفتة. وده بط برضو. وفراخ. ده دي كرومي. برضو كل حاجات دي سايبينها استبني ان هي لو الحاجات اللي هي ما بيحطوا منها ما كافتش ايه? ده خروف تمسال طبعا عشان ايه هيبايل لكم اللي لسه في خروف جاي. وده بط غير بط الاولاني. دي ايه? دي فقدة خروف. فقدة. وده دي كرومي هم الشعلق فوق. وده فراخ وبط طبعا. ده طبعا المكان بتاع الخروف اهوت اللي هو مستوي اللي هم بيقطعوا منه للناس. ما كتبين لك مهرجان الخروف ومهرجان البط. هم كل يوم بيعملوا مهرجان على حاجة. اه ده مهرجان الخروف بتاقي زي ما انت عايزة. مش بيقولولك على حاجة لا يعني لو خدت وراجعت خدت تاني وخدت تالت وخدت رابع بياخدوا بكل احترام. بيدوكي بكل احترام وتقدير طبعا بصراحة يعني. بيقولوش لحد لا. وهناك ده طبعا عربية البطيخ. بطيخ. دي عربية البطيخ طبعا وكنت شايفها بص زوق جدا الشيف طبعا زوق جدا. طبعا خدنا بطيخه كان. ودي الايس كريم بس انا ايه الاسكريم بتاعه جميل. ولو وصلتوا لغاية هنا ما تنسوش تصالوا على رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. طبعا الناس شغلها رأس الله ينور. وهنا الايه المشاريب. دي مية. والكبات اهم جاهزينها. تغجي كبات وتشربي مية زي ما انت عايزة. ودي عصاير. برضو تغجي كبات وتشربي العصاير بس العصاير دي عصاير فروتي. آآ دي التوابل وملح لو انت عايزة تزوجي على اي حاجة توابل او ملح تغجي ما تطلبش من حد يعني. ودي مش عارفة رز تقريبا. دي مش عارفة برضو ايه مش فاكرة بصراحة يا جماعة عشان انا بصور وبعد كده بارجع سجل الصوت. ده سمك. انا فاكرة ان ده سمك. او صيادية سمك. مكتوب عليها صيادية سمك. دي تقريبا مكارونا. او مكارونا. مكارونا بشامل. بصوا اي حاجة نفسكم فيها هتلاقوها. والله العظيم بجد. اي حاجة لدرجة احنا قعدنا نقول احنا هناكلوا ايه? والله العظيم. قعدنا عالترابيزة محترين طب ناكلوا ايه من كتر الاكل مش عارفين ناكلوا ايه? وانا حوريكم دلوقتي احنا كنا ايه اصلا يعني. اه بصوا الناس بقى ابتدت تتعشى وتقوم تهضم بقى عشان تجوح تاني ويرجعوا لتعشو تاني. والله فيه كمية اكل بتتهضر فضيعة والله بقى تصعبان عليها الاكل هو بيتكب في الزبالة. لحمة وفراخ وبط ومش عارفة بصراحة الناس تاخد على قدها. ولو عزت ارجع اكمل تاني. اكني اي ما اغرف من الحلة بتحتي. بغرف على قدي. ولو عزت بقوم اكمل تاني. ليه نهضر كمية الاكل دي كلها? والله بيحط بيحط لي تاني اقول له لا كفاية. لان لو عجبني الحاجة ممكن اهبعت اجيب تاني. هروح اجيب تاني. ما عجبتنيش خلاص اي ولا ما هدرتش غير معلقة واحدة. زي ما انتو هشوفوا دلوقتي انا كلتقي. والله العظيم هو ده اللي كلتو مش قدام الكاميرا بس. لدرجة انا قاعدة بسجلكم دلوقتي الساعة اتناشر بالليل. بصراحة جعانة. جعانة عشان ما كلتش. ده مكان للتصوير بيصوروا فيه. موجود في قلب المطعم برضو. موجود في قلب المطعم ساقيبا كان عاملين جكور بتاع رمضان لسه من فوق موجود على فكرة. المطعم كبير جدا 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 يعني. وهو شغالين برضو اللي ينور بيرقصوا وكان عاملين جو حلو خالص على فكرة. والجو ده بعملوا على حمام السباحة في طول النهار يعني ما شاء الله طول النهار. في طبعا تبع الفندق وفي اه اه دي اجنبية اللبسة اسود فبيض دي تبع الفندق. وفي الشباب دول في فيهم تبع الفندق وفي ناس ضيوف يعني على الفندق. بس انا اكاد ما صوت الاغاني طبعا ش انتم عارفين حقوق طبعا ونشر ما ينفعش ان انا ايه اطلع صوت الاغاني. فانا صوتي حلوة انا غني لكم ممكن يعني عادي ما فيش اي مشاكل اهو اللي بيرقصوا بتشيرت ابيض ده وبتشيرت اسود ده برضو طبع الفندق. بيعملوا جو خفيف وكده طبعا يعني والناس بتتعشى وكده يعني. وبلالين. عاملين جو في العشاء بصراحة غير جو الغداء خالص وغير الاكل اللي في الغداء غير العشاء خالص. انا شايفاهم والله في الغداء ونا ماشية. الاكل كله كان في الزبالة والله العظيم. راجعت لكم هنا برضو هنا في فطاير. عاملينها. السفيحة بتعجي علي وبرجأ وبقتقابلني بالصدفة وانا ماشية برجع اصور تاني. طبعا دي فطاير ده سمك آآ اسمه ايه? بالاميتا? او تونة. على حسب ما بتسمو. ودي فطاير كلها شايفها انا محشية كفتة. محشية لحمة مفرومة يعني. كل الفطاير دي محشية لحمة مفرومة. الاكل شكله جميل بصراحة وبص كله بصراحة بيعمل يعني ما شاء الله عليهم يعني الشفات. ورحت الفحم طبعا طلع وما قلوكمش الشاوي على الهوى يعني بص دي شاوية برضو. بص المنظر ده عجبني اتصوره لكم. بصوا بقى بصوا بقى انا بتعشنا وعيالي ايه جماعة والله العظيم ده هو العشاء اللي احنا تعشناه. رغيف الحووش اهو مكملش. وآآ منجاية. اه دي حتة جاتو خلصناها طبعا وببسي. وانا هو اللي عشاء بتاعي سلطة. وشرب الطماطم وعلبة آآ زبادي بالبرتقان. هو ده العشاء اللي انا تعشيته والله العظيم. بصوا شربة الطماطم دي جميلة. وآآ ودي آآ تلات انواع سلطة. اكلتموا الحمد لله على كده نعم وفضل بس انا جعينا دلوقتي لو عندكم اكل بعتولي. وبعد العشاء طبعا بيبقى في حفلة جميلة عاملينها. في زي قاعة ديت كده الناس بتقعد فيها. بس طبعا انا احنا ما كملناش الحفلة هي الحتلة الصغيرة اللي انا صورتها لكم. عشان ده كان اول يوم لي فيه في الفندق. وطبعا كنا جايين قبلها بيوم مش نايمين وكنا مرهقين وكل عايز ينام. فبصراحة يعني هي قطعة صغيرة صورتها لكم. وطلعنا الغرف بتاعتنا. وكله نام. وانا اللي قاعدة في البالاكونة دلوقتي بسجلكم الفيديوهات اللي انا ايه? آآ بسجلها دلوقتي. هتقولي ليه ما تعشتيش يا نور? والاكل ده كله انت مفترية? لا والله انا ما شوف الاكل كتير نفسي بتستد. ما حبش اشوف الاكل كتير. ما عارفش بقى في حد زي كده ولا انا بس اللي كده مش عارفة يعني. آآ انا بعد ما صورت وقعدت عالترابيزة مش عارفة اكل ايه? طب بتزق طب حواوشي. مش عارفة بصراحة. انا الصبح تغديت فعلا رزة اصفر وتغديت فراخ. وكانت لحم مضاني من الخروف خدت منها بصراحة كان فيه خروف برضو الصبح. آآ ومخل بس. وبناخده على قدينا والله زي ما انتم شفتوا عشان حرام حرام. ربنا حتى ما يرضوش كده ان فيه ناس مش داعي الاكل ده وانا اخد واغرف وهدر منه. لا حرام طبعا. انا عندي اخد كمية على قدي. والله عجبني الحال. هروح الغرف تاني. محدش قالك ما تغديش. والايس كريم بقى تحفة 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 الايس كريم. طبعا هصوره لكم ان شاء الله احنا اخدنا بعد الغداء ايس كريم. بس بعد العشاء ما اخدنش لحلنا بالبطيخ والاحجات اللي انتم شفتوها دي. ادي الحفلة كانوا بيبدأوا الاول ان هم يلعبوا الاطفال طبعا. عشان ما يزهقوش. بس بعد كده ما عرفش ايه اللي حصل عشان ده كان ليه اول يوم. انا ما عرفش ايه اللي حصل بعد كده. طبعا اكيد طبعا لما نرتاح هنسهر بكرا ان شاء الله. واشوف ايه نكمل الحفلة مع بعض. ونشوف هيعملوا ايه تاني. اكيد طبعا الكبر برضو لهم احتفالية وكده يعني. وطبعا لو وصلتوا لغاية هنا حبيب قلبي دعوة منكم حلوة. ولايك وشير واشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اشتركوا في القناة